أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن الملتقى الحكومي 2016 هو أحد المبادرات الخلاقة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدعم مسيرة التطوير في العمل الحكومي حيث شكل فرصة مناسبة لطرح الأفكار والرؤى التي تقود إلى تحسين مخرجات العمل الحكومي في شقيها الاقتصادي والخدمي كما أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد أن الجميع يستلهم من قيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر باغتدار لدفة العمل الحكومي العزمة والهمة في حب التحدي وعشق الإنجاز معرب سموه عن تشرفه بأن يكون العضد والمعين لسمو رئيس الوزراء في دعم المسيرة الوطنية هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رسالة خطية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نعرب لكم مجددا عن بالغ الشكر والتقدير لرعايتكم الكريمة للملتقى الحكومي 2016 لما لها من قيمة قصوى في نفوس جميع من شارك في الملتقى تمثل حافزا كبيرا لمواصلة تطوير العمل الحكومي لبلوغ المخرجات على النحو الذي يوجه إليه دائما حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تسخير كافة جهود التنمية لصالح المواطن وجعله محورها وغايتها ومعيار نجاحها نستلهم من قيادة سموبكم الكريم لدفة العمل الحكومي باقتدار وحكمة والهمة في حب التحدي وعشق الإنجاز بما يحقق المزيد من المكتسبات الوطنية في المرحلة المقبلة بعد أن حددنا لها أهدافنا وأولوياتنا وأدواتنا في إطار الوجهة التنموية التي رسمتها الرؤية الاقتصادية 2030 صاحب السمو الملكي هذه مناسبة أخرى وأكد فيها تشرفي دوما بأن أكون العضد والمعين لسموكم لتظل مسيرة مملكة البحرين كما كانت دائما وكما بناها الأباء والأجداد بدعم وتعاون كافة أبناء البحرين في كافة المواقع دعينا الله العلي القدير يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر ويوفقنا جميعا لخدمة مملكتنا الغالية ودمتم سموكم سالمين موافقين سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رسالة شكرين جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي لابن العزيزة الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة حفظه الله ولي له النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا ببالغ الاعتزاز كتاب سموكم الذي عبرتم فيه عن مشاعركم الطيبة وتقديركم لرعايتنا للملتقى الحكومي 2016 مؤكدين لسموكم أن هذا التجمع الحكومي الذي كان أحد مبادراتكم الخلاقة لدعم مسيرة التطوير في العمل الحكومي قد شكل فرصة مناسبة لطرح الأفكار والرؤى التي تقود إلى تحسين مخرجات العمل الحكومي في شقيها الاقتصادي والخدمي ونجد هذه المناسبة فرصة لنجدد لكم دعمنا لجهودكم الخيرة في الارتقاء بالمنتج الحكومي بما ينعكس إجابا على الواقع الخدمي للمواطن والمستقبل التنموي للوطن معربين لسموكم عن الاعتزاز بما تمثلونه من عون وسند لنا لتنفيذ البرامج التي تتماشى مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في تحقيق المزيد من الخير والنماء لمبنكة البحرين وشعبها ودمتم سموكم بحمد الله سالمين موفقين خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر